وبنستكمل لغز الزمن في القرآن الفصل الثاني من كتاب من أسرار القرآن للدكتور مصطفى محمود وهنا عندنا في صفحة 21 الدكتور بيقول الله لا يجري عليه طارق الزمان فهو غير متزمن بالزمان مثلنا وليس له يوم وليلة وحاضر وماض ومستقبل وهو لا ينصرم ولا يتغير ولا يتطور ولا يشيخ ولا يكبر ولا يبدأ ولا ينتهي وحينما يصف القرآن الله بأنه الأول والآخر فإن الأولية المقصودة ليست أولية زمنية كما أن الآخرية ليست آخرية زمنية فالله ليس عنده قبل ولا بعد فالزمن كله مخلوق مع الكون والله كائن قبل مخلوقاته وباق بعد فنائها فهو موجود قبل الزمان وبعده لأنه خارج عن الزمان وأولية وآخرية غير متزمنتين الله يحيا في الآن الإلهي والحضور المستمر السرمدي ونحن نحيا في الأمس واليوم والغد يعني هو الدكتور حبيبي يقول هنا إن ربنا لا تجري عليه قوانين الزمن اللي بتجري علينا لانهوش 24 ساعة وماضي ومستقبل وحاضر زي الإنسان ربنا هو اللي خلق الزمن فهو خارج نطاق عقلة الزمن عشان كده هو ربنا خلق الأرض وخلق لها الزمن اللي يتناسب معاها بس هو عشان هو الخلق فهو قبل كل شيء ولما الأرض حينتهي وحيقوم يوم القيامة يبقى الزمن بتاع الأرض حينتهي حيتوقف بتوقف الأرض بتوقف الحياة على الأرض بس ربنا حيظل مستمر لأنهو الأول والآخر مفيش حاجة قبلي مفيش حاجة بعدي ابن استطرد أما قصة التاريخ وما اجتملت من أحداث وتفاصيل فكانت عند الله مجملة في أم الكتاب قبل الخلق قبل الخلق في العلم الإلهي وفي الآن الإلهي الذي أجملت فيه كل التفاصيل وحينما يقول الله لموسى سورة إبراهيم الآية الخامسة وذكرهم بأيام الله يعني الدكتور هنا حيشرح معنا وذكرهم بأيام الله يعني إيه كلمة أيام الله فإن المقصود بذلك بذلك الأيام التي أقامها الله في الأرض عبرة للناس يعني هي عبارة عن عبرة للناس مش بتحديد زمن وحيجي أمثلة مثل كارثة الطوفان وعاد وثمود ولوت فتلك كانت أياما حاسمة تغير عندها التاريخ وعلينا دائما أن نتذكرها ونخرج منها بالعبرة يعني القصص اللي ربنا ذكرها عن سيدنا نوح وعاد وقوم ملوت وثمود دي بتكون بالنسبة لنا عبرة ولازم نخرج منها بمعلومة ونتعلم منها شيء نستخدمه في حياتنا بكمل الدكتور والمستقبل بالنسبة لله حدث في علمه وانتهى وكل ما سوف يأتي في الغد القريب والبعيد بالنسبة لله تحصيل حاصل يعني كل شيء هيحصل بعد كده هيكون مجرد تحصيل حاصل لأن كل شيء ربنا يعني عارفه من قبل المستقبل بينطبق على الإنسان بس لكن بالنسبة لربنا الله فهو عنده علم مسبق وبالنسبة لربنا بتوقيت الله هو ماضي مش مستقبل ولهذا نجد الله يصف أحداث يوم القيامة بالفعل الماضي مع أنها مستقبل في سورة الكهف آية 99 ونفخ في السوري فاجه معناهم جمعة وسورة الزمر آية 68 ونفخ في السوري فصعق من في السماوات ومن في الأرض سورة الحق آية 16 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها سورة الشعراء آية 91 وبرزت الجحيم للغاوين سورة الكهف آية 48 وعرضوا على ربك صف سورة الفجر آية 22 وجاء ربك والملك صفا صفا سورة النحل آية رقم واحد أتى أمر الله فلا تستعجله كل تلك الأحداث المستقبلية يصفها الله بالفعل الماضي يعني كل الأحداث اللي ربنا ذكرها في القرآن عن القيامة اتوصفت على أنها تمت بالفعل وذلك لأن الله متعالم فوق الزمان والمكان وهو قد أجر الزمن على مخلوقاته ولكنه تنزه سبحانه عن جريان الأزمن عليه يعني الزمن ده بينطبق على الإنسان وعلى الكائنات فقط إنما لا ينطبق على الله عز وجل فهو خارج نطاق الزمن فكل شيء بالنسبة لعلمية قد حدث كل شيء بالنسبة لعلم الله حدث بالفعل وتأيد خلاص في اللوحة المحفوظة وإحنا بمجرد أن إحنا بنشوف الأحداث دلوقتي وبنستكشفها ثم نفهم مع بعض ما كشف القرآن من أسرار أن الله أقام لكل نوع من مخلوقاته زمنا مختلفا ربنا أعطى لكل نوع من المخلوقات زمنا مختلفا وهنا حيشرح الدكتور ويقول إيه معنى المعلومة دي يعني إيه كل شيء ليه زمن مختلف يعني هل الزمن اللي بينطبق على الإنسان هو نفسه الزمن اللي بينطبق على الملائكة أو هو نفسه الزمن اللي بينطبق على الحشرات والحيوانات ولا كل شيء منهم أو كل كائم منهم ليه زمن مختلف يتفق مع صفاته فالروح والمقصود هنا بالروح في معظم الكتب بيرجوها إلى الروح القدس أو الروح اللي هو سيدنا جبريل العيس سلام والله أعلم بس إحنا حنقرأها على أساس أن هو أو زي ما كتبها الدكتور على أساس أن هي جبريل عليه السلام فحنقول هنا فالروح وهو ملك عظيم مقرب يومه بخمسين ألف سنة من زماننا الروح هو ملك عظيم مقرب من الله لأن إحنا طبعا عارفين أن الرسالات كان اللي بينقلها أو الوسيط ما بين ربنا ما بين الرسل والأنبياء هو جبريل عليه السلام فكان هو اللي بينقل مثلا المعلومة أو الكتاب من الله للرسل وهو بذلك يمكن من المقربين من الملائكة المقربين لأن حتى الملائكة لهم درجات عن ربنا وحنعرف الكلام دلوقتي فالروح وهو ملك عظيم مقرب يومه بخمسين ألف سنة من زماننا اليوم الواحد بالنسبة لسيدنا جبريل بيساوي خمسين ألف سنة من توقيتنا إحنا كبشر نفهم ذلك من الإشارة القرآنية وبيستشهد دكتور بالقرآن بصورة المعارج آية أربعة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني اليوم الواحد بتوقيت جبريل عليه السلام بيبقى بالنسبة لنا إحنا خمسين ألف سنة ويساوي أو يعادل خمسين ألف سنة من توقيتنا إحنا وبيستطرد الدكتور بينما الملائكة الآخرون وحطيتها بميقصين ملائكة التدبير والتصريف يومهم بألف سنة من زماننا يعني الملائكة الثانين والآخرين يومهم بألف سنة فيصف القرآن أحد هؤلاء الملائكة المدبرة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون دي سورة السجدة آية رقم خمسة وفي إشارة أخرى يتكلم عن هؤلاء الملائكة وبرد ما بينقصين ملائكة العندية الذين عند ربك العندية هنا بتعود لكلمة عند ربك وهي بيستشهد من سورة الحج آية 47 إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فإذا مات الإنسان وبعث فإنه يخرج من تقويم زمني إلى تقويم زمني آخر ولذلك يخيل إليه أن ألوف السنين التي لبثها في القبر وفي الدنيا كانت يوما واحدا أو ساعة زمان ونستجهد بسورة الروم آية 55 وآية 56 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يعني هو بيقول إن الإنسان من يوم بيطفن لحد ما بيبعث بالنسبة له ساعة واحدة ما بيحسش بمرور الزمن فيها على الرغم إن بيمر آلاف السنين بس هو مش حيشعر بيها لأنه خرج خارج نطاق الزمن الموجود أو المستخدم على الأرض دخل في نطاق زمني مختلف تماما بمجرد موته ودفنه بيدخل الإنسان في حلقة زمنية مختلفة تماما عن اللي إحنا كنا عايشين فيها على الأرض وفي آية أخرى بيكمل الدكتور وفي آية أخرى سورة الأحقاف الآية 35 كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يقول الله إن هذا بلاغ مني أخبركم به من الآن عن هذه المفاجأة التي سوف تصطدمون بها يوم البعث يعني ربنا بيقول هنا في الآية إنه هو بالنسبة لنا إحنا هتكون صدمة أو مفاجأة لأن إحنا ما كناش متوقعين إن إحنا قعدنا في القبور السنين دي كلها تخيل من أول آدم لحد ما ربنا حيقوم القيامة أو من أول مثلا فرعون لحد ما تقوم القيامة سنين قد كتير جدا قد سنين كتير جدا إنسان مش هيحس بسنين دي كلها وحيتفاجئ لما ربنا حيسألهم يسألنا كلنا بعض في يوم القيامة تخيلوا أنتوا بقالكم قد إيه في مراقدكم وإحنا هنتخيل إنه هو يوم أو ساعة مش هنتخيل إنه كل السنين دي مرت بنا وبيكامل الدكتور وفي آية أخرى يصف تصور الكفار للسنين التي عاشوها في الدنيا وكأنها ساعة ويرجع هنا لسورة يونس آية 45 ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويسأل السائل هؤلاء الخلق المبعوثين سورة المؤمنون آية 112 و113 كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وبيكمل الدكتور إن أحقاب اللبث الطويل في الأرض وفي الدنيا تبدو لحظة وتبدو لحظة البعث وكأنها كانت يوما أو بعض يوم أو ساعة لأن الإنسان ينتقل من تقويم زمني إلى تقويم آخر مختلف تماما وبين قصين اليوم فيه ربما بألف سنة أو بخمسين ألف سنة يعني هو بيقول إن إنسان بمجرد انتقاله من الحياة الدنيا بينتقل لزمن مختلف تماما وهو مش حيدرك الزمن ده أديه حتى لو كان أحقاب أو مدة زمنية طويلة جدا ويكمل الدكتور ونحن نستطيع أن نفهم الآن قضية تعدد الأزمنة في ضوء النظرية النسبية والعلم الحديث فالقانون العلمي يقول لنا الآن إن كل نظام حركي له تقويم زمني خاص به فالشمس وكواكبها نظام حركي له زمنه الخاص به فإذا خرج رائد الفضاء من أقطار هذا النظام الحركي وذهب إلى مجموعة نجمية في مجرة أخرى فإنه يدخل في تقويم زمني مختلف مستمد من نظامه الحركي الجديد وهذا القانون يفسر لنا لاختلاف التقويم الزمني بين البشر والملائكة وبين الملائكة الأرضية والملائكة المقربين يعني هو بيقول هنا ونستطيع أن نفهم ذلك إن قضية تعدد الزمن قضية موجودة عندنا في الإسلام وبياخد مثلا نظام الأرض في نظام السر يعني مسافة ما بين الأرض والزمن ما بين الشمس والكواكب اللي حواليها والأرض والقمر مختلف تماما وبيقول مجرد نرائد الفضاء بيطلع برة الأرض وبيدخل على مجرة تانية أو بيدخل على كوكب تاني فإن النظام ده بيختلف تماما نظام الزمن عنده بيختلف تماما وبيقتضي الكوكب اللي هو رايح عليه خلاص ما بتنطبقش عليه كقوانين الزمنية بتاعت كوكب الأرض وبهذه الطريقة فإن الزمن على الأرض غير الزمن ما بين الملائكة اللي بتنزل الأرض أو الملائكة المقربين يبقى زي ما احنا قلنا الملائكة اللي بتنزل الأرض يجي لها ألف سنة مما نعد نحن في التوقيت بتاعنا والملائكة المقربين زي جبريل عليه السلام بيكون خمسين ألف سنة ويكمل الدكتور ثم يعلمنا القرآن أن الله قاهر على الزمن يستطيع أن يقبض المئة سنة عن مخلوقاته فتصير يوما أو يمدها فتكون مئة سنة دون أن تبرح مكانها ودون أن تغير نظامها الحركي وتلك هي المعجزة التي أجراها على نبي التوراء عزرى الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه هو هنا بيقول دكتور مصر الحمود بيشير إلى أن ربنا عنده القوة قوة التحكم في الزمن يعني ممكن يخلي يوم واحد يساوي مئة سنة وممكن يعني يأثر اليوم ويخليه أساعة واحدة وبيقول ممكن أن الدكتور بيقول يعني مثلا بيستجد هنا بقصة النبي عزرى أو عذير عذير نبي الله زي ما ذكر في القرآن النبي عذير الناس اللي ممكن ما تعرفش القصة سيدنا عذير إن ربنا كلفه بأنه هو يعني يروح ينشر الرسالة في مكان الماء فسابق القرية اللي هو كان ساكن فيها واتجه للمكان الماء اللي ربنا أمره فما كانش معايا غير عينب ووتين وحمار بيركب عليه ووصله ولما كان في اتجاهه للقرية اللي ربنا أمره إنه هو ينشر فيها الكلمة الله عدى أو مر ببلد مهدمة تماما وما فيهاش أي نوع من أنواع الحياة فهو في نفسه قال يعني أنه يحي هذه الله بعد موتها يعني ممكن الأرض دي ممكن يرجع لها الحياة تاني في يوم من الأيام ممكن تبقى حية بعد الضمار الشامل الكامل ده فهو سأل السؤال وربنا جاب له الرد فهو ابتدى في المكان المخرب ده أو المكان المهدم ده إنه هو بنا زي يعني عشة صغيرة ويرتاح فيها وحط الأكل العينب ووتين جنبه والحمار ربطوه ونام شوية بس هو بعد مصيحي جاله الملك بيسأله يعني بيقوله أنت نمت قد إيه فقاله يعني ممكن أكون نمت يوم وكنت تعبان أو حاجة يوم أو يوم ونص فقاله لأ أنت نمت مئة سنة بس الزمن اتغير على بعض الحاجات اتغير على الحمار اللي كان معاه فتحلل بقى عزام ورفات ولم يتحلل على الأطعمة اللي كانت معاه ولم يتحلل الزمن يعني يتغير عليه هو لم يتغير على سيدنا عذير ولم يتغير على الطعام بس يتغير على الحصان وعشان ربنا يثبت له المعجزة خلى الحصان يتجمع الحمار سوري عفوا الحمار يتجمع تاني من أوله جديد قدامه عشان يوري له المعجزة دي وهنا بيستشهد الدكتور بآية من القرآن الكريم من سورة البقرة آية 259 وبنقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننجزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وبيكمل الدكتور وما حدث أن الله قبض المئة سنة على طعام عزراء أو عزير فاحتفظ بصلاحيته ولم يتلف ولم يتسنى يعني الطعام اللي كان وغضه معاه العنى بوتين فضل زي ما هو ولم يتلف ولم يتغير على الإطلاق وكأنما لم يمر بالنسبة له زمن بينما مد الزمان للحمار فهلك وتحلل وأصبح رمة ثم أعاد الله تركيبه وبعثه حيا أمام عزراء سيدنا عزير وهي آيات تكشف عن سلطان الله القابض الباصط للزمان دون تقييد بنظام حركي أو مكان وهو نفس ما حدث بالنسبة لأهل الكهف الذين قبض الله عنهم الزمن فمرت بهم ثلاثمائة سنة وهم نيام لا يطرأ عليهم طارق وبعدين بعدما بينتقل الدكتور بالمثل الثاني بالمثل الثاني من سيدنا عزير أو عزراء لأهل الكهف إن أهل الكهف ناموا في كهفهم تلتمائة سنة وبيستجهد بالآيات القرانية سورة الكهف آية 11 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وبآية سورة الكهف آية 18 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ضراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا سورة الكهف آية 25 ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة سورة الكهف آية 19 وعندما أيقظهم الله وتكررت نفس الظاهرة قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فهنا بنكمل لأنهم خرجوا من القبض الزمني إلى البسط الزمني فاختلف أمامهم المعيير واشتبه عليهم الأمر ثم نقرأ في القرآن إشارة أخرى تكشف لنا سرا آخر من أسرار الزمان وترينا علاقة الخالق بالأزمنة المتعددة التي يخلقها فتصف سورة الرحمن علاقة الله بخلقه سيحكي عن علاقة الله بالخلق هنا عندنا سورة الرحمن آية 29 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وبكامل الدكتور فالرغم فالله بالرغم من تعاليه ومفارقته بالردب والمنزل لخلقه إلا أنه بلطفه وعنايته معهم جميعا على اختلاف وتفاوت أنظمتهم الزمانية فالكل يسأله أهل السماوات ويومهم بألف سنة ومنهم من يمد يومه إلى خمسين ألف سنة وأهل الأرض ومنهم البشر ويومهم 24 ساعة ومنهم مخلوقات متناهية في الصغر في نواة الظرة يومها جزء مئة مليون جزء من الثانية والكل يسأل الله يعني كل دول بيسأل الله أهل السماء وأهل الأرض بيسأل الله والله معهم جميعا يستجيب لهم جميعا سواء من دق يومه إلى اللاشئ أو طال إلى الأبدية لا يجغله شأن عن شأني وإنما يعين الكل يعين الكل ويجيب الكل في ذات الوقت وذات الآن يعني كل الناس بتسأل ربنا يوم الأيام مثل يعني عن الزمن وربنا يجيب عليهم كلهم في نفس الوقت مش فرد فرد أو شخص شخص وكل واحد بيجيب عليه بطريقته وبالزمن المناسب ليه وهنا سورة الرحمن آية 29 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فسبحان من لا يجغله آن عن آن ولا شأن عن شأن ربنا قادر أن هو يتكلم مع كل الناس في نفس الزمن في نفس الوقت يعني لو أنا بدعي ربنا في حد تاني comment ربنا في حد تالоб Forsch ربنا أنا بدعي هنا مثلا من انجلترا وحد بيدعي من مصر وحد بيدعي من الصين وحد بيدعي من الهند ربنا حيسمعنا كلنا في نفس الوقت ده في نفس الوقت اللي احنا بندعي فيه وبنكمل ونحن كبشر يمكن أن يكون لنا تذوق وفهم لهذه المراتب الزمنية ذات التقويم المتعدد حتى من قبل أن نخرج من دنيانا بالموت فالواحد منا يشعر أنه يمكن أن يحيا في زمن اللحظة والساعة وهي حياة الشهوات والنزوات والمنافع العاجلة والمشاعر المادية الغليظة والواقع الأرضي الفج وتلك هي حياة القلق والتوتر والفرح الوحش والندم القاتل والفوت الباعث الحسرة وذلك لأن الآن متفلت واللحظة هاربة والحياة معها تكون طردا مستمرا وقلقا دائما وكدحا دائما في سبيل لا شيء وتلك هي حياة الشهوانيين الذين يصطرعون ويقتتلون ولا يعرفون للسكينة طعمة ولا للهدوء حالة فهم حطبوا لنار الشهوات في الدنيا وحطبوا لنار جهنم في الآخرة ويمكن للإنسان أن يعيش أيضا في مرتبة أعلى فيخرج من زمن الشهوة إلى زمن العقل ويعيش في تأمل وسكينة وهو هنا الدكتور بيفرق ما بين نوعين من الزمن زمن الشهوة أن الإنسان ممكن يعيز لحظة واحدة في سعادة مثلا زي الناس اللي بتاخد مخدرات أو بتعمل فحشاء أو بتعمل شيء مش صح يعني يعني بيستمتعوا باللحظة اللي هم فيها دي بيستمتعوا فيها فعلا بس بعد كده بينتبوا مشعور بالندم وبيعيشوا في حصرة وقلق في مدى الحياة بعد كده وبيكامل الدكتور ويمكن للإنسان أن يعيش أيضا في مرتبة أعلى إزاي فيخرج من زمن الشهوة أن إحنا نبتعد تماما عن زمن الشهوة أو الزمن اللحظي أن إحنا بنستمتع بالشهوة دي لحظة واحدة وبنرجع بعد كده نندم إزاي؟ بنخرج من زمن الشهوة إلى إيه؟ إلى زمن العقل ويعيش في تأمل وسكينة وهدوء كما يمكن أن يرتفع إلى منزلة منزلة أعلى فيعيش كالصوفية في تسرمد تسرمد أو سرمدية يعني أبدية تسرمد روحي مع الواحد وذلك بالخروج تماما من هموم الدنيا ورغباتها وترك عالم التعدد والشتات إلى جمعية قدسية مع الله فيشم رائحة الجنة وهو ما زال على الأرض وذلك يعطي إدراكا تقريبيا للأمر بالتذوق كما تعرف الأشياء بروائحها قبل أن تباشر بالأكل وبعدين بيختم الدكتور هنا وبيقول جعلنا الله إياكم من أهل التذوق اللهم آمين حتى نعرف على الحقائق ضوقا وشهودا وندرك الأمور على ما هي علي قبل أن نفاجأ باليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم تنتهي المعذرة وتشخص الأعمال حاضرة لا تنفع فيها تذكرة ده كانت دي صفحة 27 ودي كانت ده كان الفصل وكان هو فصل مش طويل الفصل الجاي حيكون فصل التآمر على الأديان إن شاء الله حشتغل عليه وحنزوله أو ما يكون جهز بإذن الله أتمنى إن أنا أكون وفيت قدرت إن أنا أقول على قد يعني ما قدرت المعلومات اللي موجودة في الكتاب وإن أنا ما كونش عندي أخطاء كتير في القراءة وكده أعذروني يعني لو في أي أخطاء وإن شاء الله يكون الفصل عجبكم وإن شاء الله تتابعوا معي الفصل الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانيا الجندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر